اشتركوا في القناة 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 الهسكي هو كلب نشيط كلب بده يركض بده الاونر طبعه يكون سبورتيف بياخده يظهر اكسترا تاني كلب كتير مشهور كمان ويستعمل وهو نمبر وان وكلنا بنعرفه اللي هو عم نحكي عن جيرمن شفرد يعني عم نحكي عن البرجي ألمان اللي هو اشهر كلب بالعالم هيدا كلب متعدد الصفات الحلوة يستعمل الخدمات الشخصية ويستعمل الخدمات العسكرية يعني اكيد وفيه البوينتر وفيه الروتويلر فيه كذا حيوان بس البرجي ألمان هو كلب بامتياز منشوفه مثلا بهيدا الصورة مع الفريق الألماني الجيش الألماني يستعمل لكشف الألغام يستعمل كمان حتى هجومه ممكن يكون بدافع عن الأونر طبعه اكسترا فيه شغلة حلوة بموضوع الصورة حطيتها بخصوص الألمان ننتبه نحن أنه أغلب الكلاب لصالحة للخدمة العامة الأونر تبعولها بيحكيها بالألماني كنا نفكر أنه بيحكيها بالألماني تم غيره يجي إلا مثلا attack أو sit هو الواقع لا هو لأنه أغلب الأصناف اللي نستعملها هي كلاب ألمانية دوتش شيفرد البوينتر الألماني البرجي ألمان هود كلاب كلها ألمانية فأهيا نحن الأونر يتعلم كلمتان ثلاثة ألمانية من أنه نغير اللغة تبع الكلب اللي معود له أكسترى في عنا كمان نحن الكلاب البوليسية أكيد اللي بتكشف مثلا متفجرات بتكشف مخدرات بتكشف مفؤودين أكسترى في عنا الكلاب الزراعية كمان هون عم نحكي عن برجي ألمان كمان يعني البرجي ألمان رح نلاقيه بكل الفئات هلأ أكيد في فئات أكتر مثلا البوينتر نعرف أنه بيخدوه أكتر للصيد لأنه بيقدر يتعقب الطريدة إكسترى البرجي ألمان مثلا ممكن نستعمله كمان للزراعة شو يعني الزراعة نعرف أنه هيدا كلب راعي يعني هيدا كمان كلب يعتبر كلب للخدمة العامة وفي عنا كمان الكلاب اللي نحن نصميها للعلاج في عنا العلاجات النفسية يعني نستعمل كلب أذي ثيرابي يعني شخص عنده مثلا ديبراشن أو شخص عنده حاجة معينة نفسية ممكن الكلب يلعب دور بأنه يحسن له نفسيته أو حتى توحد أو التوحد في كلب متخصصة كمان بالتوحد وهو دي الفئات كلها نحن نفصلها عن البتس البتس اللي هي نحن هذا الكلب المنربي اللي أكيد في عنا انتراكشن معه اللي هي العاطفة اللي هي اكسترا بس بالنتيجة وجوده نفسيا مهم هذيك الكلاب عم نحكي أنه وجوده ضرورة جدا يعني للخدمة العامة اللي بتكون متطلبة بموقف معي نعم دكتور يعني تربية على هذا الموضوع يعني على موضوع أنه هالحيوان يكون حد شخص لخدمة شخصية عنده سكر مثل ما ذكرت ما بيقشع أو عنده توحد إلى فترة معينة يعني الكلب بده يقطع فيها بمدرسة متخصصة مزبوط شو برنامج الأصعب يعني بين هال الأربع فئات اللي اعطيتنا إيها هلأ كلهم صعبين لأنه الكلب يتطلب فكرة يتطلب مجهود فكري رح نقول هلأ أكيد الكلب منه متطور فكري عند الإنسان بس في شغلة أول شغلة بده يكون الكلب حتى لو كان برجاء الماء أو شي أول البايزيك أنه بده يكون كلب مطيع جدا مطيع للشخص اللي بده يشتغل معه تاني سيلكشن بده يقطع فيها الكلب بيبلش هو يدربوه وبده كمان يكون عنده نسبة وعي ونسبة عدد الأخطاء اللي بيعملها كتير قليلة يعني مثلا بشهر الماضي 8 كلاب يتدربوا اللي يصيروا يكشفوا الكوفيد 19 بفرنسا كانت نسبة الكشف تابعولون 94% الكلاب اللي ما كانت قادرة تكشف بهالأدد بهالأدد specificity أكيد بعدوها عن الدراسة سو أكيد بده يكون مطيع جدا بده يكون نشيط بدنيا وفكريا كتير وبده يكون very accurate وفي أصناف أكيد مثلا يمكن الروتويلر مثلا ما يكون صالح لكشف الكورونا compared للgold retriever اكسترا سو كل كلب عنده specificity معينة البرجاء الماء مثلا لأنه عنده طاقة بدنية قوية بيقدر مثلا يطلع بالبردم أو بيقدر يعمل أعمال عسكرية مش متطلب منه مثلا يكون عنده مثلا يتحمل شخص مثلا عنده حاجة مثلا توحد اكسترا سو كل كلب عنده برنمجه الخاص قد ينسبة الخطأ يلي عند هالكلام يعني مثلا عم نحكي عن اكتشاف مخدرات أو اكتشاف عبوات ناسفة أو سلاح معين من سنة 1970 اعتمدوا رسميا الكليب كهل هننشغل عليهم بالحرب العالمية التانية والأولى وسنة 1800 وعننا أبحاث حتى بتقول أنه سنة السبعين ميلاديا كانوا الكليب يستعملوا للخدمة العامة سنة 1970 اعتمدوا أنه هن ريلايوبل يعني عم نحكي عن نسبة يصيبها لحد 95 96% يعني يعتبر يعتبر نسبة الخطأ عندهم كتير قليلة لأنه عندهم حيثة الشم كتير عالية يعني إذا شم هو هالنوع ريبرتوار من المخدرات ما رح يغلط فيها إلا إذا كان هو مريض يعني الكلب عنده مشكلة هو الكلب أي متى بيفقد هالكلب مهاراته نعم مثل الإنسان يعني نحنا بيقطع بمرحلة الطفولة ليصير كبير بالعمر نحنا منعتبر أنه شخص على الـ 64 بيطلع على الرترات لأنه بطل فكريا أو جسديا له جلادي نفس الشي يعني إذا أنا بدي أعطي إكزامبل نحن نحكي عنه البرجة ألمام برجة ألمام عدل حياته بين العشرة والأربعة عشر سنة يعني مش لازم نستخدمه نحنا أكتر من سبعة لثمانة سنين ماكسيموم لأنه رح يفقد من الحواس تبعه له رح يفقد النشاط العندوية سو كل كلب حسب عمره بدنا نقدر تقريباً سبعين بالمئة من عمره وأكيد هو صغير يعني عمره السنة ما رح يكون دقيق عم نحكي نحنا الخدمة رح تكون بحدود الخمسة لست سنين من حياته دكتور أنا أبدأ شكراك أهلا وسهلا فيك معنا شكراً على كل هذه المعلومات المفيدة شكراً لألك نحنا رح نتابع حلقتنا خليكن معنا شكراً للمشاهدة